الظاهرة من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها مقتل جندي سعودي ومسلح يمني في اشتباكات مع قبائل يمنية احتجاجا على السناف السعودية بناء الجدار العازل على الحدود السلطات المصرية تلقي القبض على محمد بديع ومحمود عزة مرشدا مؤقتا لجماعة الإخوان ولا يتنقل عن السيد خامنة اعتقاده بأن المفاوضات مع الغرب ستحقق تقدما اشتباكات عند الحدود السعودية اليمنية بين قوات حرس الحدود السعودية وقبائل يمنية أسباب الاشتباك ترتبط بالسناف الجانب السعودي بناء جدار عازل عند الحدود بين البلدين الجانب السعودي كان قد تلقى تطمينات من الرئيس اليمنية عبد ربو منصور هادي في آخر زيارة له إلى الرياض بمنع أي رد فعلا من جهة القبائل المعترضة على بناء الجدار في حال استئناف العمل به لكن هذه التطمينات بدت من دون فعالية فالقبائل اليمنية أعلنت رفضها إقامة هذا الجدار لأسباب عديدة تتجاوز الطابع الأمني له وترجمت رفضها بمهاجمة مواقع العمل بالجدار والاشتباك مع القوة السعودية الحامية له إذن نبدأ من اليمن حيث نقل مراسلنا عن مصادر محلية تأكيدها مقتل أحد جنود الحرس السعودي وآخر من رجال القبائل اليمنية وإصابة أربعة من الطرفين في الشباكات عنيفة وقعت بين قبائل يمنية وحرس الحدود السعودي بعد استناف سعودية بناء الجدار العازل على حدود اليمن المصادر أبلغت مراسل الميادين بأن المقاتلات السعودية تحلق بكثافة في أجواء مدينة الجوف اليمنية وأن القبائل وجهت نداء استغاثة للقبائل الأخرى وأكدت المصادر أن النيران اشتعلت في معدات شركة بناء الجدار العازل وأن اثنين من رجال قبائل الجوف اليمنية أصبا بجروح معي لان مباشرة من صنعاء مراسل الميادين أحمد عبد الرحمن أحمد ما الذي جرى وهل من تداعيات لهذا الاشتباك الذي حصل على الحدود أحمد عبد الرحمن تسمعني طيب يبدو أحمد ليس معنا حتى هذه اللحظة ومن الرياض معي لان مباشرة الرئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية أنور عشقي استاذ أنور عشقي بداية هل من يقول أو المنتقدين لهذا الجدار الرافضين له يقولون بأنه ينتهك بشكل مباشر التفاقية التي وقعت بين البلدين عام الفين فيما يخص الحدود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وإلى أهلا وإلى أهلا طبعا من قال بأن هذا الجدار ينتهك الاتفاق من يقول بأن الجدار ينتهك هذا الاتفاق فليبين إيش فيه نص المادة فران المواد كلها من الاتفاقية ولكن لا يوجد فيها ما يمنع لكن هذا الجدار يمنع التسلل ومنع التهريب وغير ذلك فالذين قاموا بهذا العمل والذين يتشوشوا على هذا العمل هم الذين يستمتعون من التهريب طيب طيب أستاذ أنور كما يقولون على لسانهم يعني أنه اتفاقية عام الفين تنص على منطقة مشتركة بين البلدين لا يسمح فيها باستحداث أو إنشاء أي مراكز أمنية أو غيرها السعودية بإقامة هذا الجدار وأيضا هذا الجدار له قوة حكم الكترونية أمنية تكون قد خرقت الاتفاق حسب وجهة نظرها الاتفاق أن تنسحب اليمن عشر كيلو للداخل والسعودية تنسحب عشر كيلو للداخل وتكون هناك منطقة طبعا منطقة محايدة منطقة خالية من هذا بفرزون وهذه المنطقة هي التي يعني ستكون لا اليمن أجزمت في تلك الأيام ولا المملكة أجزمت في تلك الأيام لأن المملكة ما تستطيع لأجل جوانب إنسانية والقبائل وغيرها فحينما نشطت أعمال الحوثيين اندفعوا إلى الخلف عشرين كيلو واندفعنا إخنا إلى الخلف عشرين كيلو فأصبحت أكثر من المعدة المطلوب أمنى مسألة عدم وجود استدار أو منطقة مشتركة لا يوجد ما يسمى منطقة مشتركة في الحدود لا يوجد منطقة مشتركة أي منطقة هناك حدود كل دولة لي حدودها المنطقة مشتركة طيب أستاذ أنور عشقي حدود تمتد على ألفي كيلو متر تقريبا بين السعودية واليمن ما الذي استدعى أن تقوم السعودية بإقامة مثل هذا الجدار على الحدود إقامة هذا الجدار حتى يمنع التسلل ويمنع التهريب طيب فيما يتعلق أيضا بموضوع القبائل وردة فعلها هل ترى ردة فعل القبائل يعني أستاذ أنور طبيعية تجاه ما جرى أم تعتقد بأن هناك أسباب أخرى لهذه ردة الفعل العنيفة من قبل القبائل لا القبائل لم تكن بأي دور ضد المملكة العربية السعودية فالقبائل هي حليف استراتيجي من المملكة العربية السعودية وإنما قاموا بعض من يقوم بهذا العمل وبعض زعماء التهريب والذين يستطيعون من هذا العمل الغير شرعي أنا أشكرك جزيلا شكر أنور عشقي رئيس مركز شرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية حدثنا مباشرة من الرياض وأعود إلى مراسل الميادين أحمد عبد الرحمن أحمد تطلعنا أيضا على تفاصيل ما جرى على الحدود وإذا كان هناك أي ردود فعل لذلك وأيضا تعليق على ما قاله أنور عشقي أحمد بأن جماعات التهريب هي المتضررة من هذا الجدار ولذلك هي من استهدفت قوات الأمن السعودية أو حرس الحدود السعودي وليست القبائل طبعا جماعة التهريب لا شك ستتضرر ولكن جماعة التهريب هي كما بحسب المعلومات التي لدينا أن جماعة التهريب هي متحارفة مع السعودية وهم من قبائل القبائل المتحارفة مع السعودية وأيضا من سياسيين في الدولة اليمنية متحارفين مع السعودية لكن المواجهات التي تحدث الآن هي مواجهات بين رجال القبائل من قبيلة ذي حسين في الجوف وأيضا القبائل الأخرى في محافظة أخرى وهي محافظة محاذية للسعودية تقوم بمواجهة حرس الحدود السعودي لمنع بناء الجدار العزل الذي يبنى أساسا على أراضي يمنية هناك كثير من المدن اليمنية ما زالت تحت الاحتلال السعودي كما يصفه كثير من اليمنيين هذه المدن جيزان وعسير ونجران هي مدن يمنية كما يعرف الكثير طيب أحمد تحسب الاتفاقية الآن تقع تحت أحمد نحن تحدثنا عن اشتباك كما أفتنا وهذا الاشتباك أسفر عن مقتل اثنين من الجانبين وجرح أيضا آخرين الاشتباكات انتهت الاشتباكات انتهت نعم كمال قبل ساعة من الآن كان هناك لقاء قبلي كبير في الجوف أكد هذا اللقاء على مواجهة حارس الحدود السعودي ومنع السعودي من استكمال بناء الجدار العازل الآن هناك تعزيزات قبلية كبيرة وصلت الجوف إلى منطقته الشريط الحدودي وهناك أيضا تعزيزات من الجانب السعودي وبدأ رجال القبائل بنصب مضادات الطيران للرد على أي غارة سعودية تستهدفهم وخصوصا مع التحليق المكثف للمقاتلات السعودية إذن المنطقة مرشحة للتصعيد أحمد خلال الساعات المقبلة الاشتباكات متوقفة الآن واندلعت بعد استيناف السعودية اللي عمل على البناء الجدار العازل لكن القبائل يقولون أنه في حال البدء أو استكمال البناء أو معاودة الشركة الجديدة التي تستعين بها السعودية لبناء هذا الجدار سيكون هناك رد عليك من قبل القبائل وطالما أن هناك تعزيزات من هذه القبائل القبائل ذي حسين كانت قد وجهت أو وجهت هذه الشركة قالت لها بالحرص الواحد أنه يمنع بناء الجدار العازل وأن أي بناء وأي استخداثات ستكون معدات هذه الشركة هدفا لنا وهو ما حدث اليوم صباحا معدات الشركة واندلعت النيران كما تقول المصادر المحلية في الجو شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرحمن مراسل الميادين حدثنا مباشرة من صنعاء شكرا جزيلا ونبقى في اليمن حيث طلب ممثلوا الحراكة الجنوبية المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بتغيير مسار الحوار إلى تفاوض بين الشمال والجنوب وفي دولة محايدة تختار من قبل رعاة المبادرات الخليجية كشرط لمواصلة مشاركتهم في المؤتمر الذي امتنعوا عن حضور جلساته قبل أيام العودة إلى المربع الأول بات هاجس ممثل الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني بعد رسالة وجهوها للرئيس عبدرب منصور هادي طالبوا فيها بالتحول للتفاوض الندي بين الشمال والجنوب في دولة محايدة رفق ساقف المطالب بعد التصريحة التي كان قد أطلقها محمد علي أحمد وتمسكم بالوحدة أنه يمثل انتكاسة كبيرة للحوار الوطني بشكل كبير رسالة رئيس تكتل المؤتمر الوطني لشعب الجنوب محمد علي أحمد أعادت إلى الأذهان من سحاب القيادي الجنوبي ونائب رئيس مؤتمر الحوار رئيس فريق القضية الجنوبية أحمد السريمة بعد رسالة مشابهة وجهها للرئيس هادي أطالب رئاسة المؤتمر بأن تعلن أن فريق القضية الجنوبية فريق متوقف عن العمل لأسباب سياسية حتى يتضح للشعب اليمني أن هناك مشكلة وحتى يتم الضغط على جميع المكونات للوصول إلى أحدهم تعطل العمل في القضية الجنوبية وبعض القضايا الأخرى كسعدة وبناء الدولة دفع بأطراف عديدة للتحرك ما بين صنعاء وعدن لاحتواء انتكاسة وشيكة للحوار هناك حرص في معظم فريق العمل ليس فقط في فريق القضية الجنوبية على عدم اتخاذ القرارات في ضغياب فريق مكون الحراك الجنوبي بغية تحقيق هذا التوافق عودة فريق الحراك الجنوبي أو انسحابه مرتبطة أساساً بحسب الناطق الرسمي لمؤتمر شعب الجنوب برد الرئيسي هادي والبدء في تنفيذ النقاط الإحدى والثلاثين الخاصة برفع المظالم التي لحقت بالجنوبيين منذ حرب صيف أربعة وتسعين والاعتذار للجنوب عن هذه الحرب تمثل هذه القاعة المخصصة لفريق القضية الجنوبية نقطة ارتكاز لمؤتمر الحوار الوطني وخلوها من ممثل الحراك الجنوبي المشارك في المؤتمر أمر يهدد بتحويلها إلى نقطة ارتكاز ليس للحوار فقط بل وللمرحلة الانتقالية برمتها أحمد عبد الرحمن من قاعة فريق القضية الجنوبية بصنع الميادين أعلن حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة أخوان المسلمين تعيين الدكتور محمود عزة مرشدا عاما مؤقتا للجماعة إثر اعتقال المرشد الأصيل محمد بديع فجر اليوم وأكد مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية أنه جرى اعتقال بديع وإيداعه بملحق سجن المزرعة في منطقة سجون طرة بواسطة مدرعة وسط حراسة أمنية مشددة وقال مصدر أمني مصري أن عملية القبض على بديع جرت في شقة سكنية في منطقة رابع العدوية شرق القاهرة اشتركوا في القناة مرشد الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع موقوف لدى السلطات المصرية مع ساعات منتصف الليل نفذ الأمن مذكرة النيابة العامة بضبط بديع وأحضاره قبل نقله لاحقا إلى سجن طرة اعتقال المرشد جاء بعد فترة وجيزة من إصدار مذكرة بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي خمسة عشر يوما على دمة التحقيق بديع متهم بالتحريض على قتل متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب إرشادي جماعة الإخوان المسلمين في نهاية حزيران يونيو الماضي كما أن مذكرتين صدرتا بحقه بتهمة التحريض على العنف في إحداث الحرس الجمهوري في تموز يوليو الماضي عملية القبض جرت في منطقة رابعة العدوية وتحديدا في شقة كان بديع يتواجد فيها مع ستة من حراسه ومساعده اعتقل الجميع من دون إبداء أي مقاومة بحسب مصدر أمني مصري فضى الاعتصام منذ ستة أيام لكن المعلومات الأمنية تشير إلى تواري بديع عن الأنظار في تلك الشقة منذ بداية اعتصام الإخوان قبل خمسين يوما ليس سهلا على عناصري ومناصري جماعة الإخوان المسلمين أن يروا مرشد الجماعة في قبضة السلطات المصرية أما في السياسة فللصورة دلالات واضحة لا أفق لأي حل سياسي قريب بين الحكم الجديد والحكم المعزول إنها المرة الرابعة التي يدخل فيها محمد بديع السجن خلال مسيرته السياسية لكن بديع أيضا لبديع مسيرة علمية غنية جعلته واحدا من بين أفضل مئة عالم عربي نتابع تفاصيل أكثر عن حياته في التقرير التالي لعالي علوية محمد بديع عبد المجيد محمد سامي ولد يوم السابع من أغسطس عام 43 في المحلة الكبرى زوجته سمية شناوي ولهما ثلاثة أولاد كالعديد من كوادر الإخوان المسلمين واز بديع بين مسيرته التعليمية والعمل السياسي فما كاد يحوز شهادة بكالوريوس في الطب البيطري من جامعة القاهرة عام 65 حتى ضرب موعده الأولى مع ظلمة السجون اتهم إلى جانب عدد من كوادر الإخوان بالعمل على إسقاط الحكومة وحكم بالسجن 15 عاما قضى 9 منها بعد خروجه سافر أربع سنوات إلى اليمن أسس خلالها المعهد البيطرية العالية قبل أن يعود إلى أرض الكنانة تابع مسيرته التعليمية وحاز دكتوراه في الطب البيطري من جامعة الزاقزيق عام 79 دخل محمد بديع مكتب الإرشاد في جامعة الإخوان المسلمين عضوا عام 93 واستمر في عمله أستاذا متفرغا في جامعة بني سويف عام 98 كان موعده الثاني مع السجن لمدة 75 يوما في قضية جمعية الدعوة الإسلامية في بني سويف خرج من السجن واخترته عام 99 الهيئة العامة للاستعلمات المصرية واحدا من أعظم مئة عالم عربي ليدخل السجن مجددا في العام نفسه لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر أما عام 2010 فبات أول مرشد عام منتخب لجامعة الإخوان خلفا لمهدي عكف وما زال يشغل هذا المنصب حتى اليوم ومع الآن مباشرة من القاهرة مراسل الميادين أحمد مهران أحمد هل هناك أي ردود فعل في الشارع المصري من قبل أنصار الجماعة الاعتقال المرشد العام للجماعة أو ردود فعل سياسية نعم بالطبع كمال هناك ردود فعل مختلفة القوى السياسية الثورية كحركة تمرض وحركة السادس من أبريل وكل هذه الحركات الشبابية الثورية رحبت باعتقال مرشد جماعة الإخوان المسلمين واعتبرت أن هذه الخطوة من القوى الأمنية المصرية تأتي في صالح ثورة الثلاثين من يونيو في حين أن هذه الأنباء أثارت موجة غضب لدى جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرت أن هذه الخطوة لم يجرؤ مبارك طوال حكمي ثلاثين عاما على اتخاذ مثل هذه الخطوة وهي المرة الثانية في تاريخ الجماعة التي يلقى فيها القبض على المرشد الأعلى وهو أعلى قام لدى جماعة الإخوان المسلمين فقد حدث هذا من قبل في عهد الزم راحل جمال عبد الناصر عندما ألقي قبض على المرشد العام وقتها حسن الهضيبي وبالتالي يصبح محمد بديع المرشد الثاني في تاريخ الجماعة الذي يلقى القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية المصرية طبعا كما هو معروف فقد تولى محمود عزة بحسب النص المدى الرابعة من لائحة الجماعة والتي تنص على أنه في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه لمرض أو عذر طارق يقوم نائبه الأول مقامه في جميع الاختصاصات وبالتالي تولى محمود عزة المهام المرشد العام للجماعة مؤقتا وهي المرة الأولى أيضا في تاريخ الجماعة التي يتولى فيها مكتب الإرشاد عضو هارب خارج البلاد حيث أن المعلومات تشير إلى وجوده في قطاع غزة منذ ثورة الثلاثين من يونيو طيب أحمد ماذا يقال عن محمود عزة في مصر؟ عفوا لم أسمع السؤال شخصية محمود عزة ماذا يقال عنها في مصر؟ محمود عزة الآن أصبح الرجل الأول هو انضم للتنظيم في التساعة من عمره وحاز على عضوية مكتب الإرشاد في سن السبع والثلاثين معروف عن محمود عزة بتبنيه لفكر المتشدد داخل الجماعة فكر سيد قطب ومعروف عنه أنه العقل المدبر داخل الجماعة كان محمود عزة قد أكمل درسته في كولية الطب ودخارج منه عام ستة وسبعين وظل عضوا بجماعة الإخوان المسلمين لفترة طويلة حتى وصل إلى منصب المرشد العام حاليا شكرا جزيلا لك أحمد مهران مراسل الميادين حدثنا مباشرة من القاهرة من جهة ثانية أعلن الجيش المصري أن قوات يلقت القبض على أحد عشر مسلحا بينهم فلسطينيين في عملية دهم جرت شمال سيناء يأتي ذلك في وقت أعلن الرئيس المصري المؤقت عدل منصور الحداد ثلاثة أيام على الجنود الخمسة والعشرين الذين قتلوا على أيدي مسلحين في مدينة رفح شمال سيناء من هنا يمتد طابور الغضب على مجزرة راح ضحيتها خمسة وعشرون جنديا في مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة على يد مسلحين نصبوا لهم كمينا وقتلوهم بدم بارد حادث يأتي كرد فعل على مواجهة الدولة للإرهاب حسب ما قال وزير الداخلية فيما أعلنت شبه جزيرة سيناء منطقة مغلقة في أعقاب الحادث الدموي قبل ما يسافر بيوم نسلم عليه وقلت له يا ابني كان عندنا فرح بقوله أنت فين رحين فين قال لنا رايح القاعة بتاع في منوف قلت له حاجي لك هناك وما شفتوش بعد كده شاب عشرين سنة بيتقتل بدم مصري مصلم بيدعي الإسلام وده مش عايز أقول كافر مش عايز أقول كافر بسهم ما كفرون فعلا منهم لله منهم لله القوى السياسية بما فيها حزب الحرية والعدالة تسابقت إلى إدانة الحادث الذي جاء بعد يوم واحد من تصريحات لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أكد فيها أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي أمام العنف ضد مؤسسات الدولة هجمات مسلحة بيختلف شكلها ونحة من منطقة الأخرى لكنها كلها مشاهد في صورة عامة وهي صورة حرب إرهابية إخوانية قاعدية يتصدى لها المصريون بكل فئتهم وكل مكوناتهم وكل مؤسسات دولتهم كما حدث في التسعينات وانتصر المصريون على هذا الإرهاب حادث يعيد إلى الأذهان مذبحة رفح الأولى في شهر رمضان من العام الماضي التي راح ضحيتها 16 جنديا ليطرح تساؤلات حول من يتحكم في مؤشر العنف في سيناء إنه ليس الاعتداء الأول ضد قوات الشرطة والجيش وربما لن يكون الأخير فتكرار استهدافهم يشير إلى أنهم باتوا صيدا ثمينا للتنظيمات المسلحة في سيناء لتصفية حسابات سياسية لا ناقة فيها ولا جمل لهؤلاء المجندين أحمد مهران القاهرة الميادين علي أكبر ولاية مستشار مرسد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية والسياسة الخارجية أن السيد علي خامنئي يعتقد بأن المفاوضات الثنائية مع الدول الغربية يمكن أن تفضي إلى تطورات جيدة ولا يتيه في مقابلة مع وكالة السيشيد دي بريس أمل أن تستفيد الدول الغربية من التغيير الذي حملته حكومة الرئيس حسن روحاني مؤكدا أن الدخول في مفاوضات مباشرة مع أمريكا لن يتحقق إلا إذا غيرت واشنطن طريقة تعاملها مع إيران نافيا وجود إيرانية لدى تهران لتوقيف تخصيب اليورانيوم أعتقد أن هذا يمكن أن يكون اختبارا للنوايا الحسنة من الدول الغربية إذا قال رئيسنا أننا ذاهبون إلى اتباع سياسة معتدلة وبطبيعة الحال ضمن مبادئ عليهم أن ينتهزوا هذه الفرصة لا أعتقد أن تكرار لغة ذاتها التي كانت سائدة من قبل أمر مفيد علينا أن نتحدث بلغة مختلفة بالأغراض نفسها ولكن بلغة مختلفة ومع إلى أن مباشرة من طهران موفد الميادين إلى هناك علي هاشم علي مؤشرات قوية على تغيير ملموس في السياسة الخارجية الإيرانية السياسة الخارجية تحديدا لو تطلعنا علي أو نرصد معك هذه المؤشرات تباعا كمال عندما يتحدث الدكتور علي ولايتي ومستشار المرشد سيد علي خامنئي عن إمكانية وجود أفق في المفاوضات القادمة هذا أيضا يؤشر إلى أن هناك أمر ما يطبخ حاليا هناك اتصالات جرت خلال الأسبوعين الماضيين ما بين الرئيس حسن روحاني وبين فريق عمله تحديدا الدكتور محمد جواد ضريف وزير الخارجية الجديد وبين مجموعة من الدول الغربية تحديدا ألمانيا طبعا هناك مراسلات حصلت مع بريطانيا رئيس وزراء البريطاني أرسل رسالة لرئيس روحاني هناك رسائل تم تبادلها بشكل قوي وفحو هذه الرسائل بأن المرحلة الجديدة تتطلب ربما أن تخرج هذه المفاوضات القادمة بحلول واضحة وتضع حدا للتوتر الذي كان يسيطر على العلاقة الغربية الإيرانية تحديدا عندما نتحدث هنا عن الملف النووي الآن النواية تبدو صافية في هذا الإطار لكن يبقى الأمر في التفاصيل ونحن نعلم بأن الشيطان يكمن في التفاصيل هناك مؤشر أحد المؤشرات نتحدث عنها وهو قرار تحويل الملف من مجلس الأمن القومي الإيراني الذي كان يترأسه الدكتور سعيد جليلي الآن سوف تتحمل وزارة الخارجية مسؤولية المفاوضات على الصعيد كيف يمكن أن نفهم هذا النقل هل هو مرونة أكبر في التعاطي مع الغرب وعلى مستوى إيران كيف يتم تداول هذا الموضوع بالنسبة لهذا الموضوع تحديدا هناك الأمر طرح بهذا الشكل اليوم أيضا متحدث باسم الخارجية عرقشي أيضا تحدث عن هذه الإمكانية لكن هذا الأمر لم يحسن حتى اللحظة هناك تسريبات من هنا وهناك تخرج في هذا الإطار لتقول بأن الملف سيسلم إلى وزارة الخارجية وبمناسبة لا يعني بأن عندما وزير خارجية يفاوض في المفاوضات النووية بأن الوفد سيكون أرفع بطبيعة الحال وزارة الخارجية هي تقريبا بذات المستوى لمجلس الأمن القومي ومستشار الأمن سكرتير الأمن القومي هو في ذات مستوى وزير إذن فالأمر ليس هناك من تطوير في مستوى الخطاب مع الغرب إنما سيكون في ذات الإطار لكن حتى الآن لم يحسم هذا الأمر هناك اقتراح في هذا الإطار فريق الرئيس روحاني ربما وافق على هذا الأمر ويريد أن يسير في ذلك لكن كما نعلم أن الأمر هنا يحتاج إلى مشاورات أكبر يحتاج إلى قرارات على مستوى أعلى تحديدا عندما يكون الأمر مرتبطا بالملف النووي بطبيعة الحال هناك رأي للمرشد أيضا السيد علي خامناء في هذا الأمر هناك رأي أيضا للأفريقاء السياسيين في البلاد تحديدا في مجلس الشورى هناك أكثرية ليست على ما يرام دائما مع الرئيس روحاني نحن الآن بدأنا قبل أيام فقط في هذه الحكومة ومع بداية هذه الحكومة هناك الكثير من التفاصيل الإيرانية السياسية الداخلية نعم ونكن سأسألك عن ذلك لأن هناك أيضا مقترح فيما يتعلق بالشق النووي وهو المنظمة الإيرانية للطاقات المتجددة كان هناك مقترح أن تقام هذه المنظمة وأن تلحق بها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية مثل هذه المقترحات كيف يتم التعاطي معها إيرانيا هل تلقى معارضة هذا المقترح وغيره من المقترحات يعني بطبيعة الحال عندما نرى بأن الرئيس روحاني يعين الدكتور علي صالحي وزير الخارجية السابق في موقع رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بمنصب تقريبا هو مساعد للرئيس أو نائب للرئيس هذا يعني بأن الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية مستمرة في عملها حتى إشعار آخر وهي ستستمر بهذا الشكل ومشروع إيجاد يعني إذا ما صح القول مظلة تحوي كل هذه الوكالات التي لها علاقة بالطاقة إن كانت طاقة متجددة عن طاقة نووية أو غيرها هذا العمل ربما هو مشروع قد يأتي بعد شهور قد يأتي بعد سنة قد يأتي في المرحلة المقبلة ربما بعد سنوات لكن طبعا هذا الأمر لابد أن يمر على مجلس الشورى ومجلس الشورى بطبيعة الحال كما أخبرتك قبل قليل ليس على ما يرام دائما مع كل ما يقترحه الرئيس روحاني وهذا سيظهر خلال المرحلة المقبلة لن تقبل جميع الأمور التي سيرفعها الرئيس روحاني وهذا هذه هي الديمقراطية الإيرانية بهذا الشكل هناك أمور تمر وهناك أمور ترفض نعم شكرا جزيلا علي هاشم مفد الميادين إلى طهران تهم النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان بالإشراف شخصيا على عمليات القتل الطائفي في العراق وكشف مجيد عن وثيقة أمريكية تؤكد تورط السعودية في إثارة النعرات الطائفية في العراق على مدى السنوات الماضية لم تحظى باهتمام تستحقه من قبل وزارة الخارجية والبرلمان والقوى السياسية وخطباء الجمعة طلب وزارة الخارجية والبرلمان بتقديم شكوى للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ضد السعودية الوضع الأمني في العراق سيكون اليوم محور جلسة برلمانية موسعة علمت الميادين أنه سيجري خلالها طرح معطيات أمنية مهمة عديدة رئيس البرلمان أسامة النجيفي كان قد تجاهل تهديدات القاعدة وأصر على عقد جلسة للبرلمان أغلقت أبوابه حتى أشعار آخر الحديث في السياسة بات ممنوعا حتى في البرلمان رئاسة ملجس النواب اضطرت إلى اتخاذ هذا القرار بعد حصولها على معلومات شبه مؤكدة حول نية تنظيم القاعدة شن هجمات منسقة تستهدف مبدأ البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة بأعلى درجات الحماية هل أن البرلمانيين هم دماؤهم أغلى من دماء الشعب العراقي ولو أرادت أن تكون هناك تفقيق ومتفجرات فمن أين تدخل؟ تدخل من أعضاء البرلمان أنفسهم ومن حماياتهم الشخصية إجراءات أمنية مشددة داخل مجلس النواب من قبل القوات المكلفة بحمايته وانتشار كثيف في محيط المنطقة الخضراء تطور أمني يأتي بعد أقل من 24 ساعة على جلسة البرلمان التي من المقرر أن تشهد استضافة كبار القادة الأمنيين لمناقشة الملف الأمنية استضافة القادة الأمنيين بالبرلمان هي عاقة لعمليات العسكرية القوات الأمنيين تقوم بها هناك بعض من البرلمانين يعني يرتبطون بأجندات خارجية يحاولون أنه ضعاف قوات الأمين بالأمس أغلقت السفارة الأمريكية أبوابها واليوم البرلمان فيما الداخلية العراقية التي اعترفت بوجود معلومات تشير إلى استهداف المنطقة الخضراء وصفت إجراءات القوات الأمنية بالمبالغ فيها تكرر الحديث عن استهداف المنطقة الخضراء حديث ترافق مع إجراءات أمنية مشددة لكن الحقيقة الواضحة أن عمليات القتل والتفجيرات لم تعرف هدوءا منذ الغزو الأمريكي لعراق عام 2003 محمد كريم بغداد الميادين قال مصدر كردي أن الشباكات اندلعت بين وحدات الحماية الكردية ومقاتلي دولة الإسلامية في قرية الصفا جنوب شرق القامشلي ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير وفي حلب فاد مراسلنا بأن الشباكات اندلعت بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة في منطقة بستان الباشا سمرت حتى ساعات الصباح الأولى كما دارت اشتباكات أيضا في محيط جامع الأموي في حلب القديمة هذا في حلب ولكن ماذا عن التطورات الميدانية في ريف دمشق التفاصيل نطلع عليها من الزميل محمد الخضر في دمشق تفضل محمد نعم كمال في الواقع اليوم أيضا استهدفت بعض الأحياء في العاصمة السورية بقذائف الهاون سجل سقوط قذائف الهاون في محيط ملعب العباسيين شرق العاصمة السورية حوالي خمس قذائف أيضا كان هناك ثلاث قذائف في منطقة القصاع أيضا في الزبلطاني أيضا في شارع خالد بن الوليد كل هذه أحياء تقع في العاصمة السورية حتى الآن الحصيلة تتحدث عن جرحة حوالي خمس جرحة نتيجة هذه القذائف مع طبعا أضرار مادية كبيرة هذا اليوم هو يستكمل يوم أمس أيضا سقطت تقريبا هذا العدد من القذائف في أماكن متفرقة فيما يتعلق بالعملية العسكرية تتركز اليوم الاشتباكات بشكل خاص بشكل لافت في القابون الحي الشمال الشرقي من العاصمة السورية كانت هناك مواجهات عنيفة جدا تحدثت بعض صفحات المعارضة عن تقدم أو سيطرة العناصر المعارضة المسلحة على بعض الأبنية في تلك المنطقة وهو ما نفته مصادر مطلعة هنا في العاصمة دمشق عدى ذلك هناك الجيش يواصل أيضا عملياته في الغوطة الشرقية في محيط بلدة دير سلمان والأحمدية حيث جرت اشتباكات عنيفة جدا ضمن إطار عمليات الجيش السوري لتقدم في عمق غوطة دمشق الشرقية محمد الأحياء الجنوبية لدمشق ماذا عنها التي شهدت تصعيد خلال الساعات الماضية فيما يتعلق خصوصا في مخيم اليرموك ومحيطه قبل ساعات كان هناك ساعات من الهدوء الحذر بعد قصف عنيف جدا كان في ساعات الليلة الماضية لكن في المقابل بطبيعة الحال كانت هناك اشتباكات في أكثر من منطقة في الضواحي الجنوبية أو في ريف دمشق الجنوب إذا استطعنا القول وخصوصا في حجيرة وفي منطقة الحجر الرسود التي استهدفت مواقع المعارضة المسلحة بالقصف مع إشارات على بعض المواقع التواصل الاجتماعي إلى حالة مزرية تعيشها تلك المناطق نتيجة الاشتباكات العنيفة جدا ونتيجة هذا الحصار الخانق الذي تفرضه وحدات من الجيش على تواجد المعارضة المسلحة في تلك المناطق الممتدة حتى ريف دمشق الجنوب والتي تعد بمئات الألاف من السكان الذين بقوا في تلك المناطق شكرا جزيلا لك محمد الخضر مراسل الميادين حدثنا مباشرة من دمشق إلى ذلك دعا ملك الأردن عبدالله الثاني علماء الدين إلى مواجهة خطاب الفتنة الطائفية في سوريا ومنع انتشارها في العالم العربي والإسلامي وحذر الملك عبدالله من خطورة استغلال الدين لأغراض سياسية وبث الفرقة والطائفية البغضة وفي نيويورك طغى شان السوري على جلسة مجلس الأمن التي خصصت لبحث أوضاع المدنيين في النزاعات المسلحة المندوب السوري في مجلس الأمن طالب بإدانة السعودية وقطر وتركيا لإرسالها المسلحين إلى الأراضي السورية دموع كثيرة تضرف في مجلس الأمن الدولي وخارجه على معاناة المدنيين في النزاعات المسلحة دموع لم تحد من مضاعفة الجهود التي تبذل لإضرام الحروب وتغذيتها حتى من دول أعضاء في المجلس وفي اليوم الإنسان العالمي تعظمت الشكوى من عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين كل الأطراف تواصل عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية غير المتحيزة والمجال الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ينكمش المفاوضة السامية لحقوق الإنسان تحدثت عن استفحال الانتهاكات واستهداف المدنيين ودعت أعضاء المجلس لإحالة السوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية كواسيدة راجعة الإحالة تنفع في الإضاحة لكل الفاعلين أنه سيكون هناك محاسبة على أخفاقهم بالالتزام بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولم يفوت الكيان الإسرائيل فرصة لكي يبعد الانتباه عن انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين ويلقي اللوم على إيران وسوريا وحزب الله فيما يجري في الشرق الأوسط تعهد نصر الله مرارا بالمحافظة على حكم الأسد القاتل في السلطة ويوم الجمعات الماضي ألزم نفسه بالقتال في سوريا إذا لزم الأمر سوريا بدورها طالبت مجلس الأمن إدانة الدول التي ترسل المسلحين إلى أراضيها لا سيما السعودية وقطر وتركيا وحملت على الدول الكبرى الداعمة للاحتلال هذا الدعم الذي تقدمه دول دائمة العضوية في هذا المجلس لإسرائيل كشف زيف الدعاءات هذه الدول وسياساتها المزدوجة للمعايير وجعل إسرائيل تعتقد أنها في منأة عن المساءلة لتواصل بالتالي سياساتها الإجرامية وعدوانها بما يهدد السلم والأمن الدوليين مجموعة دول بريكس رأت أن أفضل وسيلة لحماية المدنيين ومساعدتهم تتم بحل سياسي في سوريا سريع يمر عبر جينيب 2 لا يختلف اثنان على أهمية حماية المدنيين في النزاعات المسلحة لكن الخلافات بين الدول الكثيرة حيال دول تتذرع بحماية المدنيين من أجل تدخل العسكر المباشر أو غير المباشر بغرض تغيير الأنظمة وهذا مخالف تماما لميثاق الأمم المتحدة نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين إلى فلسطين المحتلة حيث استشهد شاب وجرح ثلاثة آخرون بإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال خلال مواجهات فجر اليوم في مخيم جينين شمال الضفة الغربية ذكرت مصادر في المخيم أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وواجهها الشبان الفلسطينيون ما أدى لاستشهاد مجد الحلوح بعد إصابته برصاصة متفجرة في القلب فيما أصب ثلاثة آخرون أحدهم إصابته خطرة دهمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي واحتجزت أشقائه قبل أن تفرج عنهم وفاء للضاحية الجنوبية لبيروت وأهلها ورفضا للإرهاب اعتصمت مجموعة من الناشطين من مختلف المناطق اللبنانية في موقع التفجير الإرهابية الذي ضربت ضاحية منذ أيام تأكيدا على الوحدة الوطنية أيام قليلة مرت على تفجير الضحية الجنوبية وها هي تنفض الغبار عنها لتستعيد نبض حياتها الطبيعي فتفشل بذلك مخطط التفجير الإرهابي مشهد الدمار والغبار والدخان أراد اليوم المجتمع المدني تحويله إلى شموع وصلوات ناشطون من مختلف المناطق اللبنانية اعتصموا في موقع التفجير ليقولوا كلمة واحدة بحسب البيانة الضحية منا ولنا حاملين الأعلام اللبنانية وشعارات تضامنية مع الضحية الجنوبية حضر المئات إلى الرويس وعبر كلمات عدة ألقاها ناشطون ممثلون عن مختلف الطوائف اللبنانية شددوا على وجوب تضامن بين الجيش والشعب والمقاومة جينا محل الانفجار للاعتصار نتضامن مع الجرحة والقتل اللي صاره هذا الاعتصام ليؤكد الوحدة الوطنية اللبنانية ويؤكد أن الذين أرادوا الفتنة خسئوا لأنه لن تكون فتنة كل اللبنانيين اعتبروا أنه هذا الشي عم بمس أمن لبنان كله مش بس أمن الضحية شهده هنه شهده كل لبنان الجرحة هنه جرحة كل لبنان وقفوا دقيقة صمت على روح الضحايا وأضاء الشموع وصلوا للجرحة يعمد أهل الضحية إلى إفشل مخطط التفجير الإرهابي فالمكان الذي أريد لأهله التهجير عادوا إليه ليعيدوا بناءه أجمل من مكان هذا الشارع السكني التجاري تحول اليوم إلى محجة لوفود لبنانية من كل المناطق جاءوا ليقولوا أن ما أصاب الضحية أصاب لبنان كله من الضحية الجنوبية لبيروت سار الحاف الميادين نقل مراسلنا في تونس عن مصادر صحفية نعز الدين عبداللاوية المتورط في اغتيال المعارض اليساري شكري بالعيد اعترف بأنه ينتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة الذي يتزعمه أبو عياد في أذل أثناء طلبت حركة النهضة من الاتحاد العام التونسي للشغل إدارة الحوار مع المعارضة لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد في المقابل تمسكت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بموقفها لجهة استقالة الحكومة وحل المجلس التاسيسي ودعت الجبهة إلى تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد ابتداء من السبت المقبل وحتى نهاية الشهر الجاري تحت عنوان أسبوع الرحيل استعداد الاجتماع مع المعارضة دون شروط مسبقة هو ما خلص إليه اجتماع مجلس الشورى لحركة النهضة أذف إلى ذلك الموافقة على البحث في تشكيل حكومة تكنقراط مؤقتة للخروج من الأزمة السياسية النهضة تؤكد أن تقديمها للتنازلات يأتي إيمانا منها بضرورة تغليب مصلحة البلاد بعدما كانت تتمثق بشروطها لتشكيل حكومة وفاق وطني بثق عن هذا الاجتماع بيان يجمل موقف المجلس الشورى لحركة النهضة أهم نقطة فيه هي الرغبة والاستعداد للحوار مرونة موقف النهضة وصفتها المعارضة بأنها إذعان لموازين القوى الحقيقية في الشارع كما عبر بعض قاداتها موقف اللي تقدم هدايا أنا في رأيي موقف يعكس ديرايا بموازين القوى الحقيقية الآن في تونس لأن موازين القوى الحقيقية الآن كان في صلح الحكومة في وقت ما الآن أصبح في صلح الشعب اللي خذيه معناها مصيرهم بديهم من أجل معناها إسقاط هذه الحكومة وأحلل محلها حكومة كفاءات وطنية حكومة إنقاذ وطني بين هذه التجاذبات تبقى الأمال معلقة على أن تفرز مفاوضات الساعات الأخيرة التي تجمع زعيم حركة النهضة راشد الغنوش بأمين عام المنظمة النقبية حسين العباسي حلولا عاجلة للأزمة السياسية نعتبر أن هذه الجلسة تقدمت بالحوار اضطرحنا جملة من الأفكار والمقترحات على قيادة الاتحاد نحن أصحاب مبادرة ولكن في نفس الوقت قدرنا أصحاب مبادرة ونقرب أيضا وجهة النظر باعتبار سندير الحوار مع الفرقاء هي ساعات مسيرية قد تحدد مآل الوضع السياسي في البلاد فإما انفراج الأزمة السياسية أو مزيد من التعقيد قد لا يبقى الشارع طويلا بمنع عن تداعيتها بعد تمسك بالحكومة ورئيسها وصف مطالب المعارضة بالانقلابية مجلس الشورى لحركة النهضة يوصي بالحوار والبحث عن الوفاق تحول النوعي في موقف حركة النهضة قد يزيل الخلافة ويبدد الغيوم التي خيمت على تونس منذ اغتيال محمد الابراهمي سميح البغانمي تونس الميادين السلام عليكم نبدأ أخبار الموجز من مصر التي استقبلت من قطر شحنة جديدة من الغاز الطبعي المسال هي الثانية من الشحنات الخمسة التي تعهدت الدولة الخليجية بإرسالها وذلك رغم استنكار الدوحة لتحرك السلطات المصرية ضد الإخوان المسلمين هذه الكميات من الغاز الطبعي المسال ستساهم في التخفيف من حدة أزمة الطاقة في مصر من خلال توفير إمدادات إضافية من الوقود لمحطات توليد الكهرباء والتي تواجه نقصا في الغاز خلال فترة الصيف وأكد وزير الخارجية القطري خالد العطية أن مساعدات بلاده لم تكن أبدا للإخوان المسلمين إنما قدمت لمصر بجميع أطيافها قررت الولايات المتحدة عدم تجميد أي مساعدات مقررة لمصر إثر تلويح على أكثر من مستوى بتجميد مساعدات عسكرية سنوية تفوق قيمتها مليار ونصف المليار دولار لكي نكون واضحين نحن لم نتخذ أي سياسة تحد من الدعم الاقتصادي المقدم لمصر الدعم الذي نتحدث عنه هو الدعم الأمني والدعم الاقتصادي ونحن لم نتخذ قرار وقف المساعدات ومقابل الموقف الأمريكي تعهد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل بسد أي عز ملي قد ينشأ عن قيام دول غربية بوقف معوناتها لمصر إثر المواجهات الأخيرة بين الجيش المصري وجماعات مسلحة تنتمي إلى حركة الإخوان المسلمين وأعلنت السعودية دعمها الكامل لسلطات مصر الجديدة منذ إطاحة محمد مرسي أول رئيس بعد ثورة يناير عام 2011 وأحذر الفيصل دولا غربية من ممارسة ضغوط اقتصادية على مصر مؤكدا أن ذلك لن يجدي نفعا تتواصل أعمال المرحلة الثانية لتنفيذ مشروع ماء محافظة كاركوك العراقية وهو المشروع الهام والحيوي لأنه يكفي لسد حاجة المدينة من المياه الصالحة للشرب والزيادة السكانية لمدة 25 عاما مقبلة الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 12 ألف متر مكعب في الساعة بكلفة 93 مليار دينار عراقي كما تشهد محافظة صلاح الدين تنفيذ مشروع ماء الدجير بكلفة 46 مليار دينار عراقي وبطاقة إنتاجية تقدر بأربعة ألاف متر مكعب في الساعة تشتهر سوق آلي قابو في مدينة أصفهام بالصناعات اليدوية التي يعود مجدها إلى العهد الصفوي وتضم السوق لوحات الخزف والفسيفساء إلى جانب لوحات القلم زني أو الضرب على المعادل لنحتي لوحات فنية على النحاس أو الذهب أو الفضة عندما تطأ قدماك سوق آلي قابول الصناعات اليدوية في مدينة أصفهان الإيرانية لا بد لك من سماع صوت مترقة محمد الضاربة على النحاس وغيره من المعادل لتخرج بلوحات تحكي تاريخ حرفة القلم زني الضاربة جذورها في الحضارة الإيرانية قبل الإسلام وبعدها تعود حرفة القلم زني أو الضرب على النحاس لأكثر من 3000 عام نقوم بنحت الرسوم على صفائح معدنية من الذهب والفضة والنحاس بالضرب على هذه الصفائح ضربات مدروسة بدقة من ناحية قوة الضربة وموقعها 40 عاما من العمل في حرفة القلم زني خرجت خلالها ضربات محمد بلوحات تحكي أسطورة طائر العنقاء وصورة الشمس إلى جانب نقش آيات من القرآن الكريم وأسماء الله الحسنة حرفة تطورت مع التطور الزمني إلا أنها حفظت على مكانتها بين متذوق فن النحت الصفائح المعدنية التي كنا نصنعها بأنفسنا باتت تصيلنا جاهزة من المعامل ونقوم نحن بالرسم عليها التطورات على هذه الصناعة دفعت الأيدي الناعمة لاحترافها وإن كانت من قبل حكرا على الرجال نظرا لصعوبتها اليوم تشجع العشرات الفتيات للعمل في هذه الحرف لأنها باتت أسهل من الماضي ونحن لدينا الإحساس الفني المرهف لنعكسه على اللوحات التي نرسمها سوق لوحات القلم زني لا يبتعد عن مكان صناعتها الكائن في سوق علي قابل الصناعة اليدوية والتي تقتصر معروضاته على تحف ولوحات أصفهانية كالرسم وصناعة الدمى والفسيفوساء والصناعة النحاسية ولوحات الخزف ما تشاهدون في هذا السوق من تحف ورسوم وصناعات يدوية جميعها من الصناعات اليدوية لمدينة أصفهان ولعل اقتصار معروضات السوق على الصناعات المحلية يعتبر الجاذبة الأكبر للسياح القادمين إلى العاصمة الصفوية جئنا لنشتري قطعا فنية تبقى للذكر من هذه المدينة الجميل في السوق أنه يحتوي على الصناعات اليدوية الإصفهانية فقط الخشب والأرز والنحاس والفضة تجتمع إلى جانب الأنامل الإيرانية لتخرج بلوحات تبهر الناظرين في صناعات يدوية تعبر عن عمق حضارة هذه الأرض رضا الباشا أصفهان الميادين السلام عليكم بأفضل طريقة ممكن استهل مانشستر سيتي مشواره في الدورية الإنجليزية معلنا نفسه منافسا قويا على لقب البريمير ليج هذا الموسم السيتي لم يرحم ضيفه نيو كاسل يونيتد أدخم شباكه بربعية نظيفة تنوب على تسجيلها ديفيد سيلفيا سيلفا سيرجو أغويرو يا ياتوري وسامير ناصري فريق المدارب منويل بلغريني تصدر البطولة من مرحلتها الأولى بثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على أجاره وغريمه منشستر يونيتد الفائز في المرحلة نفسه على سونسي سيتي بأربعة أهداف لهدف واحد رضا ميل فالكاو ينفي شائعات رحيله عن موناكول فرنسي ويؤكد أنه باق حتى انتهاء عقده المهاجم الكولومبي دعا وسائل الإعلام إلى الكف عن توقعاتها وصف ما تنقلته من معلومات في الأيام الماضية بالمغلوطة مؤكدا أن مستقبله الاحترافي سيكون مع نادي الإمارة لعب أتلاتيكو مادريد سابقا عبر عن سعادته مع موناكول لأنه يشعر براحة كبيرة مع الفريق برغم الاحتجاجات البرازيل مستعدة لاستضافة كأس العالم 2014 الاتحاد الدولي أعلن الخبر على لسان أميني العام جيرون فالك كلام فالك جاء بعد زيارته ملعب سو باولو الذي سيشهد افتتاح المونديال استند في تصريحاته إلى تجربة كأس القارات فالمباريات أقيمت والبطولة نجحت برغم موجة الاحتجاجات في جميع مقار البطولة وزير الرياضة البرازيلي ألدو ريبيو أكد أن ملعب سو باولو سيكون جاهزا برغم الأحاديث عن تأخر العمل فيه بلاد السنبا كانت قد شهدت موجة من التظاهرات اعتراضا على ارتفاع نفقات كأس القارات وكأس العالم وعدم تخصيص أموال كافية لتحسين خدمات التعليم والأمن والصحة وعلى عكس البرازيل فأن الاحتجاجات في تركيا قد تؤدي إلى فشل اسطنبول في الحصول على شرف استضافة أولمبياد 2020 تصريح صدر عن وزير الشؤون الأوروبية التركي أجمين باكاش كشف أن المتظاهرين بساحة تقسيم طلبوا مرتين إقصاء اسطنبول من قائمة المرشحين لاستضافة الأولمبياد لكن ذلك لم يحدث محملا المتظاهرين مسؤولية الفشل إذا لم تفز بلاده بحق الاستضافة النائب المعارضة أمينة أوقة تارهان ردت على كلام الوزير عبر صحيفة حريات اتهمت الحكومة بمحاولة إخفاء فشالها عن طريق إلقاء اللوم على احتجاجات تقسيم وتساءلت ما إذا كان لا يحق للمواطن التظاهر بسبب استضافة حكومته الأولمبياد وصلنا اختام اخبار رياضة نعودوا اياكم الى كمال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة